السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وحضراتكم بخير كل عام وحضراتكم إلا الله أقرب وعن المعاصي أبعد ينعد علينا وعليكم وعلى أم سيدنا محمد كلها باليمن والخير والبركات قلوا أمين إن شاء الله النهاردة هعمل مع حضراتكم كنافة بالجلي والموز طريقتها حلوة قوي قوي سكرها مزبوطة على الشعرة خفيفة جدا وكمان مش مكلفة تعلي بينا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف عملناها إزاي قدام حضراتك نص كيلو من الكنافة الشعر حطتها في الفريزر للمدة يوم كامل تمام؟ حابة جيبها طازة وتقطعيها بأيديكي برضو بتتقطع بكل سهولة ما تقلقيش الفريزر حبايب قلبي بيخلي التقطيع سهل جدا زي ما حضراتك شايفة كده يعني مش محتاجين كبة ولا مقص ولا أي حاجة يبتدي بقى كده بنكف ايديكي وفروكي بالشكل اللي حضرتك شايفاه تتقطع معانا بكل سهولة ركزي كده معايا في اللي جاي علشان أنا مش هستخدم كل الكنافة دي هنزل عليهم بأربع معالق كبار هرمية من السكر البودرة ومعلقتين من السكر الخشن افركي بقى يلا كل الكنافة بالشكل ده لحد لما تأكد ان الكنافة اتغلفت كلها بالسكر الصينية المستخدمة صينية مقاس 28 هاتي يلا كباية من الزبدة او السمنة زي حضرتك ما تحبي تمام؟ هنحط كده 3 معالق في كاعة الصينية وبإيدي هبتدي كده أقلب السمنة هاتي بقى كمية كده من الكنافة افرديها بالشكل اللي حضرتك شايفاه وبدأ يلا اكبسيها بإيديك الأول أنا إن شاء الله النهاردة هستخدم مع حضرتكم ديسك واحد بس ولكن الديسك التاني هن هعمل به وصفة تانية تمام؟ لو حضرتك عايزة تعملي ديسك واحد بس في الصينية مقاس 28 هنستخدم 150 جرام من الكنافة وعليهم معلقتين من السكر البودرة ما تحطيش بقى سكر خشن تمام كده اكبسي يلا بإيديكي بصي كده قبلت نحط مفرغها كالعادة بجيب حبة من الكنافة وببتدي أكبسها بالشكل ده أهم حاجة حبيبة قلبي ما يكونش فيها عالي وواطي هاتي بقى كيستلاجة وافتحيه ويلا بينا نكبس الصواني بالشكل اللي حضرتك شايفاه وخدي بالك معايا لو الصينية فيها عالي وواطي الأماكن العالية هتستوي كويس والأماكن الواطية في صينية الكنافة هتتحرق مننا تمام؟ يلا كده أكبسي بالشكل ده كل ما تكبسيها أكتر كل ما هتطلع معاكي منتظمة أكتر تعالي بقى نتكلم عن التسوية التسوية بتكون على درجة حرارة ما بين 180 ل 200 على الرف اللي فوق أنا بشغل من تحت يعني بشغل الفرن بس ما بشغلش الشوية خلاص وبحطها على الرف اللي فوق ولو حب حضرتك تشغلي الشوية آخر خامس دقايق شغلي الشوية وطفي من تحت هاتي بقى يلا السمنة بتاعتنا أنا استخدنت قباية ومعلقتين من الزبدة أو السمنة حسب حضرتك ما تحبي ودهني بقى الكنافة بالشكل ده خذ بالك معايا بعد ما هتطلع من الفرن وهي سخنة هننزل كل السمنة الزيادة بس أهم حاجة لازم تاخد كمية كده محترمة من الزبدة أو السمنة عشان تطلع كلها لون موحد شايف أنا بعمل إيه؟ أي حتة في الكنافة بلاقيها لونها أبيض لازم حبيبتي أشربها بالسمنة بالشكل اللي حضرتك شايف إيه ودي أحسن طريقة لتشريب السمنة أنا استخدمت الأول كباية بما فيهم اللي حطتها في قاع الصينية ودلوقت أخدت كمان معلقتين هاتيا كده يمين شمال بصي بقى السمنة بتتوزع معاك صح إزاي يلا على طول دخليها على الفرن ودي الكنافة اللي اتبقت معايا من النص كيلو أنا وزنتها لكم بالميزان طلعت 200 جرام من الكنافة بصي بقى جميل شوفي كده معايا أول صينية ما نزلتش ولا نقطة سمنة على طول وهي سخنة والسيرب بتاعنا بارد السيرب أو الشيرة أو الشربات تقيل جدا زي ما حضرتك شايفة بصي كده أنا بعمل إيه؟ أنا بقطر بس فيه فرق بين بقطر وبين بس إيه؟ يعني يا دوبة تلاتة من السباتيولة بالسيرب وبعد كده بوقف خلاص تعالي بقى نشوف الصينية التانية بصي كده بصفيها بتنزل سمنة يعني حسب ما حنحط هتاخد اللي هتاخده الكنافة والباقي بصفيه بينزل بالشكل اللي حضرتك شايفة خلاص سواء كان الكنافة سخنة أو الكنافة بردة ما تقلقيش لازم حبيبتي السمنة دي بتنزل منها هاتي بقى يلا الصيرب وقطري كده بالشكل اللي حضرتك شايفة أنا بنزل على كل سنية بتلاتة سباتيولة من السيرب يعني بأطر مش بشرب لإن خدي بالك لسه هنحط كمان كريم شونتي تمام كده شايفة صمكي السيرب شكله إيه تعالي بقى نعمل الجلي كباية وربع بالكوب المعياري الكبير مية بردة عادي خالص من الحنفية نزلت عليهم بكيس ونص من الجلي معلقة كبيرة من الجيلاتين وبقلب بقى الكلام ده كل كويس جدا لحد لما يدوب معايا وبعد كده بوديه على النار بتديله غلوة واحدة وبعد كده بتطف عليه وحسيبه كده برد تلاجة يبرد اوعي يا حبيبي تقلبي تحطيه جوة تلاجة تمام كده هاتي بقى يلا 100 جرام من الكريم شانطير خيم عليهم معلقة كبيرة من باستري كريم تلات معلق كبار من السكر البودرة مكعبين من التلج كوب معياري مليان من المية المسلجة يعني مية بدرجة حرارة التلاجة حديهم الأول تقلبتين وبعد كده حضربهم بالمضرب الكهربائي خدي بالك حبيبتي الكريمة او الكريم شانطير مستخدم ريتش المتحدة انا استخدمت النهاردة معاكم 100 جرام زي ما قلت لحضرتك لاني هعمل وصفتين تمام ولكن حضرتك لو هتعملي وصفة واحدة استخدمي بس 75 جرام من الكريم شانطير والسكر حبيبة قلبي حسب الرهبة ابدأي الأول بمعلقتين ودوقي احتاجت حطي معلقة مهتكتيش خلاص لان السكر ده حسب الرهبة تمام كده نزلت بقى بالكمية زي ما حضرتك شفتي كده الأول غلفتها بالشكل ده وبعد كده بجيب الكريمة يمين شمال زي ما حضرتك شايفي كده وحرجع تاني اغلفها ليه عملنا كده عشان لو فيه اي فراغات او فيه اي هوا ما بين الكنافة والكريمة تطلع معايا حبتدي دلوقتي اجلس الكنافة بالشكل اللي حضرتك شايفيه ولازم حبيبتي تكون الكريمة متساوية علشان لما انزل بالموز والجلي ما يبقاش فيها عالي وواطي وكمان كشكل جمالي تمام كده سوي بقى يلا كده الكريمة بالشكل اللي حضرتك شايفيه هاتي بقى يلا كده الكريمة من جوه لبرا وحضرتك كده بتجلسي هيبلك العالي من الواطي هتاخدي كده حدة كريمة زي انا كده ما عملت وتجلسي بالشكل اللي حضرتك شايفيه خلاص مش عايز اقول لحضرتك طعمها حلوة قوي قوي وخفيفة جدا في الاكل شغل نضيف شغل عالي جبتي كده كلي نفس مطبخ وببتدي كده بالراحة امسح الحروف بالشكل اللي حضرتك شايفيه خلاص بعد كده جبت التراش الصغير ده زي ما حضرتك شايفة كده وبحاول بقى كده ادخل الحروف عشان لما انزل بالجلي ما تبقاش باينة مني من الجلي لان طبقة الجلي بيكون خفيفة مستميكة زي الكريمة خد بالك معي انا مستخدمة زي ما قلت لحضرتك ريتش المتحدة ريتش المتحدة بيرمي كمية كبيرة يعني ممكن حضرتك تجيبي نوع تاني ما يدكيش نفس الكمية فاخد بالك من حاجة زي كده تمام بعد بقى ما جلسنا الكنافة بالشكل اللي حضرتك شايفة جبت ثلاث صوابع من الموز وقشرته وقطعته شرايح رفيعة زي ما حضرتك شايفة كده بس ما تخلاش رفيعة قوي ولا تخنانة قوي تمام ورسي بقى بالشكل ده او حسب حضرتك ما هتحبي بس الشكل ده حلو بعد ما هنخلص الموز بالشكل اللي حضرتك شايفة هنجيب الترنش وطبعا لازم حبيبة قلبي يكون نضيف ما فوش اي كريمة وحبتدي كده امرر على الموز بالشكل اللي حضرتك شايفة ليه بعمل كده علشان اسكن الموز في الكريمة بحيث لما انزل بالجلي وكمان ااجي اقطع الكنافة الموز ما يطلعش من مكانه تمام كده لازم حبيبتي يتسكن كويس قوي لو وصلته معايا لحد هنا بتعملنا من حضرتكم لايك وشير واشتراك في القناة تفعيل الجرس عالكل عشان يوصل لكم مني كل جديد هاتي بقى يلا الجلي وانزلي بي على الكنافة بالشكل اللي حضرتك شايفة وبعد كده قال لي بي من شمال بالشكل ده بصي كده مجرد ما نزلت بالجلي على الكريم شانطي اتجمد معايا دخلته التلاجة على رف التلاجة عادي خالص لمدة ما تقلش عن ربع ساعة وبعد كده طلعي بقى يا ست الكل وقطعي وكلي بألف هانا وألف شفا مش عايز اقول لحضرتك القطعة اللي قدام حضرتك دي سعرها بيتراوح ما بين 45 جنيه ل 65 جنيه حسب المكان اللي حضرتك هتشتري منه تخيلي بقى كل الصينية دي هنشتريها بكم من برة طعما حلوة قوي قوي وخفيفة جدا ومش مكلفة أبدا أبدا تكلوها في الهانا يا رب يا رب الفيديو يكون عجب حضرتكو وينول إعجابكم كل عام حضرتكو بخير كل عام حضرتكو يلا الله أقرب وعن المعاصي أبعد ينعد علينا وعليكم وعلى أم سيدنا محمد باليمن والخير والبركات قوله أمين موسيقى ترجمة نانسي قنقر